موسيقى الحادي عشر من فبراير من العام 2011 شكل بداية كارثية لدخول اليمن في نفق مظلم وكان ذلك التاريخ بالتحديد أساس النكبات في مختلف المجالات وسعى شركاء النكب لطمس التاريخ ومكتسبات النظام الجمهوري وطمس الهوية اليمنية كيف دخل الحوثي إلى ساحة الجامعة بالعاصمة صنعاء وتحول من متمرد لثائر سؤال تجيب عنه قطر من خلال صعيها في مبادرتها المقدمة في العام 2010 لإدخال الحوثي للساحات في العام 2011 فاستقبلهم الأخوان بصدر رحب متناسين تمردهم على الدولة وحربهم لها لست سنوات نال شركاء الحق من الجمهورية وأدخلوا البلد في نفق مظلم كان المواطن البسيط هو المتضرر الوحيد من تلك النكبة واستغلت الميليشيات وجودها في العاصمة صنعاء آنذاك فاقتحمت المدن بقوة الصلاح في العام 2014 وسيطرت على مفاصل الدولة وولت عليها موالين لفكرها وتوجهها العنصري سعت ميليشيات الحوثي لتغيير الهوية اليمنية واستبدالها بالتجربة الإيرانية وعممت مصطلح ما يسمى الهوية الإيمانية على مدارس العاصمة صنعاء وهو تقليد للنظام الإيراني نهاية الثمانينات من القرن الماضي كما أنها كثفت من أنشطتها الطائفية الحثيثة لطمس وتغيير الهوية اليمنية العصيلة واستبدالها بهوية إيرانية جديدة متسترة برداءة وعباءة الدين كما شكلت الميليشيات لجانا للنزول إلى مكاتب ومديريات أمانة العاصمة خلال السنوات الماضية لتأصيل الهوية الحوثية على مستوى المكاتب التنفيذية والأحياء والحارات سعي حثيث لتغيير مناهج التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات أعتبره مراقبون حوثنة للتعليم بكل المقاييس خاصة وأن جماعة الحوثي تستهدف مقررات اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ وهو ما يعكس حقيقة التوجه للإضرار بالهوية الوطنية للشعب اليمني العريق حيث يقومون بتحريف الأحداث التاريخية والقواعد والأصول الدينية وفرض رؤيتهم للأحداث من وجهة نظر طائفية إضافة إلى تغيير العديد من أسماء المدارس خصوصا تلك المتعلقة أسماؤها بالثورة اليمنية ميليشيات الحوثي سعت لتعميم مصطلح ما يسمى بتأصيل الهوية اليمنية من خلال سكتيفها لحملات الترويج عبر خطباء المساجد والمحاضرات الدينية الحوثية الأمر الذي جعل الكثير من أولياء أمور الطلاب يمنعون أبناءهم من الذهاب إلى المدارس الحكومية والميليشيات في كل الحالتين تهدد مستقبل جيل بأكمله إما بحوثنته وتغيير هويته أو تجهيله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر